المهم الإنسان يحفظ نور إيمانه ونور تقواه بإغلاق باب هذه الفتنة وأن لا ينظر إلى النساء حتى عبر الجوالات وعبر الصور الله سبحانه وتعالى أمر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع مهن منهن في الطهارة أعلى مجتمع في الطهارة مجتمع أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهن بماذا أمر الله الصحابة وهم في أعلى درجات الطهارة مع أمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم إذن الإنسان يطلب الطهارة لنفسه ولغيره بأي شيء يطلب الطهارة والبقاء عليها أن يكون تعامله مع النساء الأجنبيات من وراء حجابه هذا أمر من الله لأعلى درجات المجتمع الإيماني من الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا ترجمة نانسي قنقر